بعد أن ينمس الإنسان الظلم والتجاوز وأكل الحقوق يتراكم الغضب وتظهر الانفعالات بأشكال شتى ولما لاق العراقيون من الحكومات ما جاءت به من الفساد وهدر المال العام في مشاريع وهمية وأخرى لم ترتقي إلى الجودة والنوعية بادر مجموعة من إعلامي محافظة النجف الأشرف بتنظيف أنابيب الصرف الصحي ومياه الأمطار في إحدى الأحياء السكنية بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة ثلاث سنوات أربع سنوات هالمجاري تتفايض بالشوارع ودائرة المجاري ما جاي تمر علينا ولا تسأل شنو هذا الشارع مال الحنانة شي سوون ما سوون وشباب طوعوا من الإعلاميين حوالي عشر نفرات وإحنا هماتا من جوبنا ادفعنا المبلغ وجاي نسوي المجاري مال الحنانة خليجوني يشوفون المجاري مالته لحد الآن هاي سال لحد أبوري يصال لكم ما يقارب ثلاث ثلاث سنين أو أربع سنين لحد الآن يجري المسؤول ما يشوف الماء ما يشوف الفياضانات اللي جاي يصير بيها لطالما كان الإعلامي العراقي متواجدا في ساحات الحرب مع تنظيم داعش واليوم توجه نحو محاربة الفساد الذي أصاب الشريان الرئيس في الدولة وبات يتعايش مع خضم الألم الذي خلقه الواقع المتردي للبنى التحتية في العراق الإعلامي شارك بالحرب ضد داعش بنقل الصورة الحقيقية من مساحات المعارك من مساحات الجهاد واليوم هنا بمدينة النجف الأشرف بعد انتهاء الحرب يجي يخدم مو فقط يخدم بالكاميرا مالته لا يجي اليوم يخدم ونزل بالمجاري ويفتح بهذه الانسدادات اللي موجودة في مدينة النجف الأشرف لكي يوصل رسالة للعالم أنه هذا الإعلامي إلى رسالة وإلى جهاد بالعمل مالته مو فقط هو يصور وينقل أحداثه بس نشوف المسؤول ببقت الانتخابات يجي هو سياراته وعمله وكركه وينظف بعد عز الإعلامي من نقل معاناة المواطني للمسؤول في العراق تجرد من أدواته خلف الكاميرا ليعمل بنفسه من أجل نقل الواقع بطريقة أخرى أحمد الحسين قناة الرشيد النجف الأشرف أنغام الشجن العراقي والطرب الأصيل تصدح في الأسواق والشوارع الكويتية فما أن تركب سيارة أو تتجول في الأسواق إلا وتسمع الأغنية العراقية تطرب آذان الجمهور الكويتي الذي يحمل ذكريات جميلة في الفن العراقي